موسيقى مستمرين معكم بهالحلقة الخاصة ورح ننتقل للفقرة الثالثة والأخيرة من برنامج فاصلة منقوطة وبستضيف فيها الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية وبستضيف فيها أكيد أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد وأنت المستشار الآنوني بالجمعية وأهلا وسهلا فيك دكتورة رشا وأنت مسؤولة البرامج كمان بالجمعية أكيد بما أنه اليوم حلقتنا عن الانتخابات يعني هي حلقة خاصة حول الانتخابات وأنتوا يعني كجمعية معنيين بمواضيع الشفافية وكمان رأبتوا الانتخابات رح بلش معك دكتورة رشا أول شي كيف شفتي سير العملية الانتخابية بشكل عام وخاصة أنتوا كنتوا على الأرض ما بعرف كديرتوا تغطي تغطوا بمراكز يعني حجم المراكز اللي غطيتوا بس بشكل عام تقييمك للعملية الانتخابية وإذا بغن نربطها بالشفافية كديرتوا كم كان في نزاهة وشفافية نعم نحن جمعيتنا مسؤولة بشكل مباشر عن مراقبة الانفاق الانتخابي وبالتالي كنا مراكزين على هذا الموضوع نحن شغلنا ما بيوقف وقت تخلص الانتخابات نحن منضلع منتابع موضوع الانفاق والمرشحين وإذا التزموا فعلا بالموجابات القانونية الملقات على العتقن وإذا فعلا هيئة الإشراف على الانتخابات كمان التزمت بالموجابات القانونية المفروضة عليها أو لا كان عنا أكيد سلسلة ملاحظات إذا بنا نحكي على الصعيد الإداري والإجرائي فينا بس هيك بلمحة لحتى المستمعين والمتابعين يعرفوا الجمعية أكيد أنتم معارفين ويمكن كل الناس تعرفها بس للي ما بيعرفوا لأنه نحن بنطلع live كمان ومن خارج لبنان بيكونوا عم يتابعونا باختصار عن الجامعية الجامعية اللبنانية لتعزيز الشفافية لفساد هي جامعية أساسة سنة 1999 الجامعية هي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية العالمية وتعنى بكافة الأمور المتعلقة بالشفافية وبمكافحة الفساد نحن بنشتغل على كثير مشاريع يعني مركزين أكتر شي على القطاع العام لكن في عنا يعني ممكن يكون عنا مشاريع مستقبلية منضطرق فيها للقطاع الخاص نعم لمواضيع الشفافية والفساد هل فكرتوا تقصدوا كمان قطاع المجتمع المدني بموضوع الشفافية؟ هيدا خارج موضوعنا ولكن هيك خلينا نرجع للانتخابات كيف كان رصد الجامعية لموضوع النزاهة والشفافية بالانتخابات؟ هل كان فيه تطبيق للنزاهة والشفافية؟ كنت عم بلشت عم بحكي أكتر عن أنا أطاعتك لشوي العام الناس يعرفوا الجامعية أكيد ولا يهمك هي الفكرة أنه أصدرنا سلسلة ملاحظات وتوسيات بتتعلق بموضوع الانفاق الانتخابي من هذه الملاحظات مثلا أنه الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية ووزارة الداخلية والبلدية ووزارة الخارجية مثلا ما قاموا بنشر العمليات المالية والعقود اللي بتتعلق بالأمور اللوجستية لإجراء العملية الانتخابية وهنا بالمبدأ بيوع على عطقهم موجب النشر بموجب أنون الحق للوصول للمعلومات اللي هو الانون رقم 28 على 2017 اللي بيفرض عليهم بيفرض على جميع الإدارات العامة أنه تنشر من تلقاء نفسه جميع العقود وجميع المعاملات المالية التي تجريها موضوع آخر كمان صلتنا الضوء عليه كمان لم يتم نشر قرارات معللة فيما يتعلق بتعيين هيئات الأقلام سواء بالخارج أو بلبنان وكذلك لم يتم نشر تعليل القرارات المتعلقة بتعيين أعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا وأيضا كمان سجلنا ملاحظة بتتعلق بهيئة الاشراف والمرائبة على الانتخابات لم تنشر أي شكاوة تقدم بها مواطنون إليها فيما يتعلق بمراقبة الانفاق الانتخابي مع أنه هيدا بيصلب دورة يعني دورة أوكي نعم أنه تنشر ما بعش إذا أستاذ محمد برسدفشي عن موضوع حننتقل لعند أستاذ محمد ونشوف كيف كانت عملية الانفاق هل التزموا المرشحين كافة بالسأقف الانفاق الانتخابي وكيف كانت يعني بحسب رصدكم بين الانفاق الانتخابي والرشاوة شو كان رصدكم هلأ بيعتقد كل العالم عم تلعب تتابع الموضوع الانتخابات عم تشوفها داعا بيكون في مخالفات إن كان لناحية الرشاوة أو حجز الهويات عم في هيدا العادة بيخذ الهوية لتخلص لأنه بيكون دافعين رشوة مسبقاً فبيحجدوه لهم الهوية وما في ساقة أنه بعطيك مصاري بس ما في ساقة ما حت انتخب نفا بلا ما تنتخب من الأساس بخلي الهوية معا بموضوع الانفاق هو حياخد وقت ليبين بالزبط كل شخص قدي يعني لايحق المرشح قدي صارفين مصاري بفرنسا عادة بيخدوه ست شهر أو سنة حتى بيخدوه وقت ليطلعوا التقارير النهائية بلبنان ما بيخدوه الانون بيعطيهم ثلاثة شهر بس نهاية عادة تخد حوالي ست شهر لتطلع التقارير نحن بهذا الإطار عم نعمل شي ما يعرف بالموجبات العناية الواجبة إذا بدك نسميهم بالتطقيق بكيفية انفاق المرشحين والوائح على الحملة الانتخابية لهذا الغرض شكلنا فريق من المتطوعين ومن فريق العمل بالمكتب بالجامعية ونزلنا وعملنا مسح لبيروت الأولى والثاني كعينة نحن تقدمها كمنهجية نموذجية لأنه أول مرة بيكونوا في لبنان بيكونوا عم ينشغل هذا الموضوع ومسحنا جميع الأعلانات الموجودة في بيروت بفترة معينة الآن نحن بصدد تعريبة أو فرز هذه الأعلانات بحسب المرشح وبحسب اللائحة وحيكون فيه أرقام تقديرية قدية ممكن تكلف هذه اللوحة الأعلانية قدية ممكن تكلف نشرة ووضعها على بانو معينة هذا أول شيء ثاني شيء هو أنه فيه معظم الأعلانات المنشورة على الطرقات هي بأماكن مخالفة للقانون يعني على الشجرة على عمود الكهرباء على عرض الطريقة هذه كلها مخالفات يجب إزالتها أساساً وهون دور بلدية بيروت كان مثلاً أقول بلديات بلناطق أنه يزيلوا هذه المخالفات هذا هلأ بس على المدى الطويل إذا صحب تعبير في مشكلة أساسية بأنوان الانتخاب اللي هو بيرفع السرية المصرفية فقط عن حساب الحملة الانتخابية اللي مين بيحددو؟ أنا كمرشح مثلاً يجي بصرح لهيئة الإشراف بقولون أنا هيدا حساب الحملة وهيدا اللي رح أصرف منه بينما أنا بكون عم بصرف من سبع حسابات خارجية حسابات خارجية ومين بيئة؟ وعلى سرية مصرفية وما حدا بيعرف إذا بنقدر إذا فينا موصلنا أو لا هون منروح على دور جهات أخرى بمش بس هيئة الإشراف حسابة نقول لون هيئة الإشراف هون صلاحيات محدودة كمان لا أحب أن أقول صلاحيات محدودة عندهم صلاحيات يقدروا يتوسعوا يطلبوا من هيئة التحقيق الخاصة الكشف عن حسابات معينة وهيئة التحقيق الخاصة ستحت فيها تحملها إذا ما بدها ترفع السرية ترفع السرية أو لا لكن هناك دور لهؤلاء لهؤلاء التحقيق الخاصة أو للهيئة للإدارة الضريبية دي وزارة المالية من أي نوع هيدا الدور يعني كل شخص بلبنان مفروض يكون عم بيصريح قدم تصريح فصلة كل ثلاثة شهر باعتقاد لازم نقدم تصريح للإدارة الضريبية كيف عم بصرف مصريتي حتى شوفوا أدا يحطوا ضريبة عليها بفترة الانتخابات نحن نشوف أنه لازم الإدارة الضريبية بما يخص التصريح الضريبية وهي التحقيق الخاصة بما يخص المصارف التي يجب عليها أن ترفع أي حادث أو تقرير لا هيئة التحقيق الخاصة إذا كانوا شايفين فيه احتمال لمخالفة القانون اختمها هيدا بدقيقة إذا بدك معنا وقت كامل لأنه هالأمور التقنية المواطن ما بيعرفها مهم يتعرف عليها هالأمور الآنونية التقنية كثير مهم يتعرف عليها هنا الإدارة الضريبية في فترة الانتخابات هناك شيء اسمه الشخص المعرض سياسيا أو بكل الدول هذا الشخص ليس بس هو يكون عرضا للتدقيق عائلته الدرجة لتصل إلى الثاني أو الثالث ببعض الدول يعني أولاده أو أولاده أو أبن خيه والزوجة أو الزوج بحالات معينة وبنفس الوقت المقربين منه ليس بس العيلة يعني رابطة الدم خلينا نسميها المقربين من هذا الشخص السياسي كمان يجب أن يخد عول التدقيق وهذه الحالة إذا الإدارة الضريبية بتعرف كل المرشحين بتعمل تدقيق عليهم وعلى المقربين منهم وتشارك نتيجة هذا التدقيق مع هيئة الإشراف على الانتخابات لتقلهم أنه صار في صرف بهذه الحملة الانتخابية من هيد الجهة ما في شي بالانون بيقول فيهم يعني ما في شي بالانون بيقول ما فيهم يعني هيدا الأكيد من نفضل فإذا يعني لنرجع يمكن أول شغلة لازم نعملها من اليوم أن نشتغل على تغيير الانون اللي هو فيه كثير شوائب منع آنون منو منصف منع آنون مركب على إياس معين أو إياسات معينة منع ما لاحظ كثير أمور تقنية ليتم الالتزام فيها أو أخفل عن قصد أو أخفل عن قصد بالضبط بما أنه معمول بإياس خاص طيب استاذ محمد هل يعني تقييمك لعملية المراقبة الانتخابية خاصة هل مرة شفنا كان فيه مراقبين دوليين وهنا جايين مطلوب منهم أو دورهم تطبيق المعايير الدولية للانتخابات كان فيه مراقبين محليين مثل لدي وكانوا ضيوفنا قبل كون اللي هنه مراقبين محليين وكانوا على الأرض وكمان عندهم اختصاص وإنتوا كجمعية طوعنا بالشفافية كمان كان عندكم تخصص هل كملتوا بعضكم هل كان فيه يعني قدرنا نسكر صغارات بعملية أو قدرنا على الأقل نرصد وفعلا نطلع تقارير نعلنها على الرأي العام وللجهات المعنية وهل هيدا هيكون مؤثر لبعدين وحيأسس لبعدين أنه نوصل لانتخابات شفافة لا أعرف إذا كبرت السؤال هو جواب كثير سهل في لبنان نحن و لادة و مؤسسة مهارات عملين شيء اسمه تحالف الإصلاح الانتخاب حلو هذا التحالف مسؤول عن مراقبة العملية الانتخابية وسنقول عملية انتخابية يعني ليس من يوم الانتخابات ليس من يوم الانتخابات من قبل أن تبدأ حتى الحملة اليوم في جهد مشترك إذا أريدك لحتى نقدر نصلح بالقانون وبغير القانون وبالمخالفات على صعيد المراقبة الفعلية على الأرض لدي مثلا هني مستلمين موضوع المخالفات بالمراكز والمخالفات الواضحة الصاريحة والصارخة للقانون عندك الـ الوبيدي كلنا نكمل من رائب بكل المحلات بس في حدا مركز على شغلة أكتر من التاني الوبيدي اللي هو الاتحاد اللبناني للأشخاص ذوي الإعاقة سيربانا سيربانا رئيس هني عبر ركزوا أكتر على موضوع تجهيز مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة وللصراحة هالسنة يعني متل كل سنين أنا كنت عم رائب كمان ضمن البعثة الدولية وشفت كان فيه ولا معيار من معايير ايه وشفنا يعني لهم ثلاثة شهر بيروحوا بيجو عنده زيت الدخلي وبيعملوا مسح شامل للمراكز مضبوط وحددوا شو هي المراكز المنيحة وشو هي المراكز اللي بلازم ينشغل عليها وكمان يمكن الوبيدي أكتر بيعرفوا بيحكوا بهذا الموضوع فعندك مهارات عم يعملوا رصد للإعلام يعني الزهور الإعلامي للمرشعين هني هذا شيء يعملوا على مدار السنة مش بس بالانتخابات ونحنا بموضوع الشفافية والإنفاق الانتخابي والرشو الانتخابية ههذا الأمور كله يعني بتكمل بعضها لحتى نقدر وأنا بشوف هذا الدور لازم يكون مكمل لدور الهيئة الإشراف على الانتخابات لأنه هيئة الإشراف على الانتخابات أولا الموازنة بيعطوها بيعطوها موازنتها قبل 2018 عطوها هي قبل بجمعتين من الانتخابات هلأ يعني كمان تأخروا كثير لصرفوا لهم الاعتمادات أو بنتروا لحتى UNDP أو حدا تاني يجي قدمهم الـ equipment والمعدات اللي بدون يستعملوها وبنفس الوقت الموارد البشرية اللي عندهم يمكن ما بتكفي ليكونوا عم بيغطوا كل لبنان أكيد ما بعتقد العدد الموظفين كافي بيقال طب محمد هيدا بيخدنا لسؤال تاني أنا بؤمن بالشراكة الإيجابية بين المجتمع المدني والدولة وحتى القطاع الخاص اليوم مش لازموا كون المجتمع المدني هو مزود مزود بخبرة بمعلومات وخاصة انه حقيقة المجتمع المدني اليوم بلبنان وبالعالم العربي تبلور وثبت حاله وعنده الخبرة واشتغل على كتير من القضايا والملفات مش لازم يكون فيه تعاون وتنسيق بين المجتمع المدني المعني بمرأب الانتخابات والهيئة الهيئة الاشراف والوزارة الداخلية يعني القوى الأمنية وكل الجهات المعنية لحتى يكون عمل متكامل أكتر أكيد وفيه أكتر من اجتمع صار بين وزارة الداخلية والتحالف والهيئات المحلية أو الوطنية والهيئة الدولية قاعدوا مع وزارة الداخلية قاعدوا مع هيئة الاشراف ونحكي كتير بس هذا لا يعني ما هي كمان هون بدك تنتبه انه ما يكون سق براءة لوزارة الداخلية أو هيئة الاشراف أنه نحن عم نشتغل مع المجتمع المدني وكل شيء تمام وما في أي مشكلة لا الفصل ضروري أكيد والدور يعني تحديد الأدوار كمل وداعم وبنصل بالضبط العلاقة تكاملية وناقد وبيصوب إذا بدك البوصلة نحو المخالفات الأساسية اللي لازم ينشغل عليها ضمن دوره هو دوره المجتمع المدني أنه يرائب يحاسب ولكن بيقدر ما بيحاسب المجتمع المدني إذا نفوت فيها خلاف فلسفة خلينا هلأ يعني هو دوره أكثر توعوي وأيضا إرساء هاد ال زل فينا نقول البيئة التشاركية بين المجتمع المدني هي لما تكون العلاقة التكاملية بيكون عم بيتعاونوا بكل واحد بالحفاظ ضمن دوره أكيد وضمن دوره ولكن منه محاسب هيدا ما رح نفوت فيها جدل بس مبلع يعني هو المجتمع المدني حسب دكتورة راشا رح ننتقل عندي كون برنامجنا يونى بالنساء كيف شفتي مشاركة للنساء وهل كان في مساوات بين النساء والرجال بالإنفاق الانتخابي كيف شفتي من خلال هيك إذا بدك مشاهدتك هلا هلا زي بنا نحكي بشكل عام عن دور النساء بالعملية الانتخابية سواء من خلال الترشح للانتخابات النيابية أو حتى المشاركة بتفاصيل العملية الانتخابية سواء من خلال المندوبات أو المراقبات أو إلى آخره بالنسبة للترشح للانتخابات النيابية منلاحظ أنه صار فيه أكثر جرأة من قبل النساء ونساء مرشحات أكثر للانتخابات النيابية وهذا شي مشجع وبعتقد يعني بلبنان نحنا من فترة كسرنا هذا الموضوع النمطي 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 وهذا العدم على المشاوات العادات والإيه لأنه كمان حتى الأحزاب ما كان عندها يعني هيك الاستعداد بأن تدخل نساء تكون صاحبات قرار بالأحزاب معنى الحزب هو مدخل للعمل السياسي ولكن للأسف كان وجود النساء ضعيفين ممكن هلأ بلش أكتر ما بقى عم تقبل لتكون على الهيمش حتى لما كانوا عم بيكونوا بالأحزاب بيكونوا بلجان إلى علاقة بالمرأة أو بخدمات أدوار سنوية أكتر أدوار رئيسية راشا هل بيأثر الفساد الانتخابي على حضور المرأة بالانتخابات سواء كان ترشحا أو خاصة ترشحا هل بيأثر الفساد الانتخابي على حضور المرأة؟ طبعا بيأثر أكيد يعني بالنهاية الفساد ومشاركتها ايه الفساد الانتخابي بيأثر مش بس على المرأة كمان بيأثر على المستقلين أو الناس الجماعة وصاري صحيح، لأنه نحن ملاحظاتنا الأساسية على هذا القانون أنه ما بيخلق تكافؤ فرص بين المرشحين مثلا من أحدى الملاحظات أنه يجب تخفيض السقف الانتخابي هو مرتفع هو 750 مليون ليرة عن المرشح الواحد سقف هذا السقف الثابت والسقف المتحرك هو 50 ألف ليرة عن كل ناخد بالدايرة الانتخابية يعني باعتقد هذه الأمور والشوائب هي تطال النساء والرجال على حد سواء بس لأنه بمجتمعاتنا مش كل النساء مستقلات ماديا هذه التبعية بتفرض عليها أنه إذا بدأت ترشحوا مما على المبلغ يعني في مشكلة هون يعني بيوقع الضرر عليها أكتر بشكل مضاعف يمكن بس ما بعرف أنا بشوف الموضوع من غير ناحية أنه بالعكس أنا بلاقي أنه العنصر النسائي عم بيكون منتج وحتى عم بينافس بالإنتاجية العنصر الضكوري مؤخرا يعني لا لا أكيد يعني التمكين الاقتصادي للمرأة صار متقبل لأنه صار في كثير تمكين للمرأة حتى إذا بتطلع بكثير شركات بكثير مراكس بالقطاع العام بالقضاء مثلا عدد النساء عم بيكون أكثر من عدد الرجال بقى ما بعتقد عندهم بقى هيدا المشكلة النساء كيف شفتي مراقبة النساء يعني كان في عدد كبير من النساء ضمن المراقبين سواء كانوا دوليين أو محليين كيف شفتي أداء هون مشاركتهم هل عملوا حالة تغييرية بهيدا الموضوع؟ لا فينا نقول هي بداية لحالة تغييرية طبعا المشاركة هي خطوة خطوة جيدة وتؤسس طبعا لمشاركة أكثر فعالية وأكثر كثافة بالمستقبل بعدين بالانتخابات النيابية ولكن هي الفكرة أنه يعني مشاركتهم بالمراقبة بتاعته يمكن أكثر لأنه أنا بحس النساء بطبيعتهم عندهم جدية أكثر من مضبوط من الرجال والتزام ودسبلان أكثر لا أتذر منك محمد بس لا يمكنني جاوبة شوية لا تنفيذ عنصر يلا يلا هنرجع لعندك شي منيح يلا ماتذ من رأيك محمد لأنه بهم رأي الرجل بهيدا الموضوع بموضوع المشاركة النسائية بالانتخابات ترشحا ليس انتخابا حقا بموضوع الترشح على الرغم من أنه زادت نسبة المرشحات هذه السنة بس بشكل ضائل يعني بطيعت 15 بالمئة كانت هذه السنة المرشحات هذا بفرج أنه وإذا بتطلعي على الأحزاب التقليدية السياسية الكبيرة وهونيك بتوفي قدية نسبة ترشيح النساء بتلاقيها جدا ضعيفة بعدها وهذا شيء أساسي لأنه اليوم أو مثلا بيرشحوا نساء على لويحهم تتجيب لهم يمكن تكون رافعة ولكن ما بتكون يعني معهن الأحزاب السياسية بيعرفوا يشتغلوا الانتخابات بيكونوا مشاكلين لاحة بيقرروا نحنا بدنا نطلع ناس معينات صوت التفضيلي بيروح للناس المعينين فالنساء دائما بتكون ما بعرفوا الانتخابات هذا ما أنا بدي أربط لك بموضوع التمكين الاقتصادي لأنه اليوم أنت صحيح اليوم نحنا أحسن يمكن من كتير دول بالمنطقة واليوم نحنا أحسن ممكن من عشر سنين ومن عشرين سنين كمشاركة النساء؟ لا لا بالتمكين الاقتصادي يعني من عشرين سنين كان إذا المرأة بدأ ترح بمشاركة النساء بمراكز القرار أنا آسفة عم أطعك بس لأني بهيدا المجال للأسف للأسف الإحصاءات بتورجي إنو نحنا صرنا بآخر الدول للأسف كان مشاركة بمراكز القرار بس بوافعك بالتمكين الاقتصادي يعني نحنا من عشرين سنين بعتقد كان إذا مرأة بدأ تاخد قرد من المصرف بدأ موافع اقتصادي بعد عنا شوية عوائق إذا بدك للمرأة لا يتمكنوا اقتصاديا أكتر ولا يشاركوا بس هون لنفوت يمكن بعد تبكر لتحليل نتائج الانتخابات والدماء عليها بس إذا بتطلع بالأسماء اللي بلشت تطلع مين اللي ربحان من مياه جهة إذا في نساء ربحانين يعني عندك شوف على بيروت الأولى لحد هلأ بس اللي فيهم وجزين باعتقد يعني بعد ما بيينت كل الأسماء هذا بفرج إنو المشكلة بالأحزاب يعني بالأنظمة الداخرية للأحزاب لفوتك هون بموضوع الكوتا النسائية والكوتا هي على الرغم من أن أنا شخصيا ضد كل أنواع الكوتا مناسبة طائفية لآخر هي بس أنت اليوم عم تحكي ب أن عدام مش قلة عدالة اجتماعية عدام للعدالة بين الإنسان أنت مضطرة تحطي كوتا ولو لمرحلة انتقالية مرحلية لا يتعوض لتفرج على الأحزاب اللي قادرة تجيب نساء أنهم يرشحوا نساء لأنه بره بس شفنا أنه خارج الأحزاب التقليدية ترشحوا وقدروا يوصلوا لم يكن هناك حتى نقاش لأنه مرأة بنتي خبق أو بنتي خبق بالعكس بس تكون المباراة حرة ونازيهة المرأة بتقدر توصل مثلها مثل الرجو بس بنفس الوقت ما هتوصل إلى محل أنه فل حرية كلمال هيك بدك كوتا بمكان ما لتجبري الأحزاب اللي قادرة هي توصل نساء لتحط نساء معه بالليحة تحجز محل نسبة حد أدنى يكونوا نساء عزيزي تم اقتراح آنون كوتا مرت مرات ويمكن أكتر هالمرة للأسف بمجلس النواب النواب حتى ما رفضوا يناقشوا قالوا منه أولوية اعتبروا أن مشاركة النساء هلأ مانا أولوية ونحط بالجارور مثله مثل باقي الأوانين اللي عم يتم اقتراحها للأسف نحنا خلصت حلقتنا لليوم إذا عندكن أي هيكي توصية بثواني أو بضقيقة إذا في أي توصية إذا ما فيه نحنا في عنا سلسلة من التوصيات خاصة توصية اللي بتتعلق بتعديل بعض مواد أنون الانتخاب المواد المتعلقة مثلا بالنفقات الانتخابية حتى يتم حزف مثلا مصاريف انتقال الناخبين سواء بالخارج أو بلبنان من ضمن النفقات الانتخابية لأنه هذا المصاريف هي تؤثر بشكل أو بآخر على إرادة الناخب كمان نرجع من كرر توصياتنا اللي بتتعلق بمجابات النشر ومجاب الذي يقع على عاطق المرشحين بأنه يقدموا البيانات الشهرية والبيانات الحسابية الشاملة بعد شهر من انتهاء العملية الانتخابية لهيئة الإشراف لحتى الهيئة الإشراف تدقي بهالبيانات وتشوف إذا صار فيه مخالفات أو إذا صار فيه نوع من الخرق للمبادئ والمجابات القانونية وأيضا ندعو هيئة الإشراف والمراقبة على الانتخابات أن تنشر أسماء المرشحين الذين أخلوا بالانتخاب وارتكبوا بخلافات على أمل نتمنى كل توصياتك يؤخذ فيها أو كل توصيات الجمعية سواء كانوا أنتوا أو غيركم هيك من نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا الخاصة لليوم من برنامج باسلي منقوطة شكرا للمستمعين والمتابعين وشكرا لجميع الضيوف اللي كانوا قبل كون وفي كون والشكر للزميل علي زهير على المتابعة على هندسة الصوت كمان شكرا للزميلة رشال على المساعدة بالأعداد موعدنا بتجدد التنين المقبل ساعة 2.5 بعد موجز الأخبار بحلقة جديدة مع ضيفات وضيوف جديد من برنامج فاصلي منقوطة الخاص بالمرأة إلى حيني بدي أرجع لك شو ما صار متوقفي كفي وبدي أتمنى للبنان أنه يكون هالانتخابات هي وسيلة لانتظام الدولة من جديد والأمان والاستقرار للشعب اللبناني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة